السلام عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد نخلق الفيديو اليوم سنتطرق لحصة الدواهر اللغوية مكوين الإملاء هذه الحصة تندرج من الأسبوع الأول من الوحدة الأولى مجال الحضارة المغربية المرجع المفيد في اللغة العربية في طبعته الجديدة للمستوى الرابع إذن نبدأ على بركة الله وعنوان ضغطنا لهذا اليوم علامات الترقيم إذن علامات الترقيم ألاحظ وأكتشف أقرأ النص وأحدد جمله قالت وفاء إذا زرت مآثر المغرب أدهشتك عظمتها وأعجبتك هندستها ما أجمل بنيانها وما أروع فنونها فهل فكرت في أجدادنا الذين شيدوها إذن سنحدد جمل النص قوالة وفاء إذا زرت مآثر المغرب أدهشتك عظمتها وأعجبتك هندستها ما أجمل بنيانها وما أروع فنونها فهل فكرت في أجدادنا الذين شيدوها إذن هذه هي جمل النص أحدد علامة الترقيم التي انتهت بها كل جملة وأكمل الجدول إذن قالت القول قالت وفاء عالمات الترقيم نقطتان إذن اسمها نقطتان هذه تسمى جملة القول إذن علامة الترقيم نقطتان أدهشتك عظمتها إذن انتهت الجملة بفاصلة انتهتك عظمتها إذن تسمى هذه العلامة فاصلة ما أجمل بنيانها إذن هذه تسمى علامة التعجب علامة تعجب أعجبتك هندستها إذن هنا الجملة تنتهي بنقطة إذن اسم علامة الترقيم نقطة وما أروع فنونها إذن علامة تعجب ومزدوجتين إذن مزدوجتين فهل فكرت في أجدادنا الذين شيدوها إذن العلامة هي علامة استفهام علامة استفهام استنتج تنتهي الجملة بإحدى علامات الترقيم إذن الجملة تنتهي بإحدى علامات الترقيم النقطة إذن هذه تسمى النقطة الفاصلة المزدوجتين المزدوجتين علامة التعجب علامة الاستفهام والنقطتين إذن تنتهي الجملة بإحدى علامات الترقيم من علامات الترقيم النقطة الفاصلة المزدوجتين علامة التعجب علامة الاستفهام والنقطتين أطبق أرسم علامة الترقيم المناسبة إذن نقطة علامة استفهام علامة تعجب نقطتان فاصلة أو مزدوجتان إذن قال أحمد إذن عندنا جملة القول إذن نقطتان ما أروع هذه الصومعة إذن هنا علامة تعجب ما اسمها؟ هنا سؤال إذن علامة استفهام هل تعرفين من بناها؟ إذن هنا سنغلق المزدوجتان أجابت سعاد إذن نقطتان إنها صومعة حسان نقطة إذن قال أحمد ما أروع هذه الصومعة؟ ما اسمها؟ هل تعرفين من بناها؟ أجابت سعاد إنها صومعة حسان إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مرسلما مرسلما مرسلما